جيداً جيداً نومي أخوات 135 سنة بيتها القديم رويق مكسيموم برودات عشية فتحين الشباك بيخدر عائل بعتقدة هذا أحلى موسم بالسنة من هنا من دومة منقلع ونكفي ثلاث نهار بالبترون شو في أشياء بس أهم شيء نبدأ بالترويئة أكيد ضيعة ترويئة بيد لبنة وجبنة والعادة كلها سوا يالله جاهزين شو رأيكم بلش بي ونطير شوي طايرة صغيرة فوق دومة اشتركوا في القناة دوما ترى كلها جائع blow مرحبا شكرا أشتركوا في القناة ح الممشن متشبكوا في القناة مرحباً... مرحباً هاي ألكسي كيفك؟ نيح حزين كل الوقت نسمع ألكسي 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 كيف قرأت ريفتح البيت؟ البيت عمره فوق 135 سنة هو بيت عائلة بيت سكاف اسمه هلأ التجارة إذا بدك الكازا ديسكاف أو اسم البوتيب أوتيل بصراحة هي الفكرة إجيت مؤخراً يعني أول شي إحنا أنا وردت البيت وقررت أن أعمله رينوفيشن بس حافظ على الطابع التراثي طبعه وضيف له كل شيء إله عليها بالمودرن لايف قررت أنه لأنه البيت بيحمل ومقصم بطريقة أنه بيقدر ينعمل البوتيب أوتيل وبلشت الفكرة هذه هي الترويقة ترويقة من الضائعة البيت بقوارمة البانادورة اللبنة العسل المربى السكر وكثير خفيف أهم شيء السر الذي يجب أن يبدأ دائماً بمعلقة عسل على الريق بيتفتح المنخير بتفتح التم بتفتح المزاق المزاق وهيك يبدأ النهار المزاق 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 في النهار القدد منذ اشتركوا في القناة كنت تفكر ان الفخار بس بتشابه كنت تفكر ان الفخار بس بترابس لحديث مالتقيت هور محر هور اشياء يلي بقدت محلات لفاتوان ازغي سامكتا لون الابيض قديش خشنة قديش بتحمل نار وين طلعوا؟ طلعوا بالباترون بدايع اسمها اسيا وصلنا لهون على المصدر تنشوف شو السر كيف تشتغل كيف السيستام وكام نوع فيه هل تستطيع انظروا؟ محمد صاريت التيم ناطر هاللحظة لنذهب لنذهب موجور انا جورجينا من اسيا الباترون نحنا منشتهر هون باسيا بالفخار نحنا بميزنا عن غيرنا انه نحنا فخارنا للنار للطبخ ما فينا نستعمله الا للطبخ هو كنية عن الطراب اللي بيكون دلغانة ازرع وهو طراب اسيا هذا لانه بيقولوا هيدا فخار اسيا لانه هيدا الطراب ما في منه غير باسيا وهيدا بيدخلوا حجر الملح ايق اللي منشوفو بالحقلة بلمة منجيبون منكسرون منصولون منشيل منن الحجار منرجع الملح ايق منطحنوه يبقوا من زمان يطحنوه على الجروش يعملوه هك لحتى يصير ناعم بده 15 يوم بده المقلة اللي تتخلص 15 يوم هيدا حقها 30 ألف ثلاثين ألف بده 15 نهار شغل بس بثلاثين ألف شغل هيدا ثاني مرحلة وأكيد أرخص من واحد يشتري طنجرة ماد بفرنسا اكيد فكل بيت لازم يكون عنده منن مضبوط قبل ما نبدأ رقم التليفون اللي يوصل لعندكم لتشتري مضبوط بذلك 76 38 35 ثلاثة عزيم رقمي انا ماذا هنه هون الغراض خواهن بالدور هيدا نحنا منقله هنه من زمان وجاي بقلولها قدري نحنا هلأ منقله طانجرة هيدا نحنا منقله باربيكيو هيدا مثلا هيدا منقله طاجين وهولي يعني للرز للتخمير للاكل اللي ما بدي حط كتير زاد قرب قرب الخبز الزاج روعة البيض والزيتات والملوحة اللي بقلبها احلى بلد بالعالم لو شو 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 مصاد وين في هك شيء وين بديني في هك شيء معمون بذلك بعض اسمه ست لوغو حلو وينيري نسبيا جديد بيعمل شغل حلو خيفين شوية لانا بعتقدر حقيقة العيطرة هاتا فتشوف جيدا 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 هيا جيدا 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 يعني واحدة اجي من حل لك حل لك ايه بحث ست شارك بي ست نوبو حلو ست 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 سمبليسيتي لنا لنا تكسين نعم بيد هيدر 4 سنين نعم بيد هيدر رابعة عم نعمل بطلينج هلق هوني لأنينة لأفان وتسعة عشر متل ما شايفين منفاولة الخمارة نحنا صرنا باخر موسم العصر والفرمنتاشون بعد عنا خزين عم بيعملوا والفرمنتاشون والباقة الخليصة ماهر حرب صار لي خمسة سنين بدمان المبيت انو انت من المدرسة حنا كنا صار المدرسة بس بذكركم ما مزكركم عم بقلكم نعرف بعضنا نذكر بعضنا نذكر بعضنا من الالفين تخرجنوا مع بعض صحيح بس من وقت ما شفنا بعضنا وقت ما علتقائنا والليوم كتير مستعد تشوفك أنه نجحت وصلت لازم واحد يعمل شي بيحبه هذا كان أساس عندي كنت عامل سبور بتتذكر هذا كنت حبه سيت في شي نائس وهذا شي نائس كان له علاقة بلبنان وبعائلتي فلاح اليوم الديفينيسيون طبعها بالنسبة لإليه أكبر وأوسع من الديفينيسيون المعروفة بالمجتمع فلاح وشخص عيمة كونكشن مع أرضو بيحبها بيحب بيّنها بيحب يبرزها ومنها بيخلق شي عنده غالار أجوتي بيقدر يظهروا لبلد ولمجتمع ولبرة ويكون مثل أمبسادر يعني للوطن أرض صغيرة محضومة في العمل إيفان بره اي أنا بستقبل عالم هون عندي مثل عالم تجل عندي بطبخ لون وبيأكلوها للطبخ إلى سنتين الخبرية وأنا من أنا وصغير ووقتا كنت في فرنسا بحقياتي كنت أطبخ لحالي وشوي شوي تحب الأكل والطبخ كتير من سنة ونوص تقريبا قلت أنا عالم عم تجي لهون بدي دوقوا أكلاتي كمان ليعدوا ينبسطوا يأكلوا يشربوا ويعيشوا الإكسبيريانس اللي كانوا أصحابي وأهلي يعيشوها هون ووقتا كنا نرجع بالصيفية لهون موسيقى 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 أنا عمرت شي شوي فيت مع الطبيعة بيتون بريد وطحته فرد جهورة حطيت فين بديد ما بده شي سقعة ماكسيما وبتطبن هون ناتوريل موسيقى 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 جميلة ما بده خشب وانت الفلسفة تبعك انه بدك كل مبيد يحس طعمة وريحة الأرض تبعه بلا ما يكون شي تاني عم بيخفف منه منك مية بالمية يعني كل مبيد لازم كل عناب بعمله مبيد لازم يفرجيني سورة الارض طبعه بصراحة يعني لازم طعمة الارض تبين اذا استعملت خشب الخشب جاي من فرنسا او من بلد تاني كون انا عم بخبي هيدا التعم شو عم نشرب هون عم نشرب مرواح 2019 جاي من عنب موجود عندي بالضيعة عمره اكتر من 120 سنة عند عكل انييني انا بعرف عن بيت من وين وشو هنه مية بالمية من وين ايا التيتود ايا و ايا منطقة جاي منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة خوصية مواطع و اشتركوا في القناة اضتركوا في القناة اشتركوا في القناة للمنظر اشتركوا في القناة الناس لهم يومين في الجبل ينتهي في البتروم ن pulقى على القناة ونصبح لانتغذى عن مرشيئ مرشيئ بعرفكم لا يوم الثالث هناك مشاعر البحر شغلة كثير كبيرة الصوت البحر الرواء الألوان يلا بنقعد قاعدة سيفو اليوم عبالي دوقكم منبلش السمك الناي اللي هو السمك الفريرة هي كثير طيب الناي أعمل لكم شي كثير قوي وعبالي كمان دوقكم السمك بالجرو بطريقة بالملح شي كثير قوي وكمان دوقكم سمك تلقوز بطريقة شوية بس بطريقة تالية غير ما قد بتبعد مرشاق على البحر نحن بقلب تحوم محل إلو سنة ونص تقريبا وفي سنة ونص كسر الريكودز اللي بدكنيون أكيد كلكم بتعرفوا مرشاق مرشاق هو بزنس فاميلي في عنا مرشاق جروب في تحت أندر في فرن في عندك كافي في كيترينج في باب ريستو وإذا عنا لط نكملين واللحة عالك موسيقى ما فيك تعرفني أنه أنا جبالي ورايح ما تجي؟ مجبور علحها فيه أكل ايه؟ لا لا أكيد لا لا أكيد لأنني أعطيت بش عايز بقى أعرف عنه على التشانيل عنه منحبه وبيحبنا كثير ودايما منقضي وقت كثير حلو مع بعضنا فهيك ختمه هاميسك باخر وقفة قررنا مازل نيجي اترضى معنا سوري ما قدرتش إلحق فنقبل بس لأنه نشتغل لا مش بنا نشتغل فيه شوية شوماج عندي بالمحال فمضطر اشتغل بأيدي انيواي لحقني شفنا هالوجه الحلو موسيقى هذا الضوء اكتبس نحن هذا الضوء تماما هذا الضوء موسيقى مقربة الملونة جميلة جميلة والتكستر جميلة لا أبيع لكم أبداً جميلة جميلة هكذا سوف تكون أسم في الدوليب هنا جميلة جميلة على هذا لبيع الأمر إن كيف يعمل في لبنان إن كيف يعمل في صناعات إن كيف يعمل في زراعات إن كيف يعمل في عالم طيب إن كيف يمكن أن يكون من أعظم بلدين العالم فقط يجب أن أذهب السيارة وهو يبرم يأخذ معه كسابة يدمس بأي من خلف الناس ينتبه ويحافظ عليه يطلع على التراث على التاريخ على أثارات كلها سوا ويفكرون ويطلقون لأولاد ولاد 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 يوقف في محلات مثل هذا الوقف اللي هو جاي من البحر الماء ينضيف في الزراء اللي بيخد العقل ويطلع ويقول سبحان الله كتر خير الله عنا بحر عنا جبل بيقدر اطلع بين الخضار بين الجبال بيقدر اكل موني بيقدر اكل صحي بيقدر ننبي محل مع ناس بتحب تستقبل غيره مش معقول هالبرد شو حلو بمحلات مننسى وما منقدر هالنعمة ربنا عطينا اياه ثلاثين بالبترون هنه نموذج عن كتير اشياء تعملوها بكل لبنان تخلص برمتنا هلا وان الله راد بجعملتها لتدعم الجمعة الجاي بشي بعد احلى واحلى 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 لان ما رح نوقف إلا ما نفرجي العالم كله سوا لبنان as not seen on the news اشتركوا في القناة